عندما يتحدث السياسي فنحن نقف عند كل حرف في كل مفردة يتفوه بها اليوم السيد حمدو قال حكومتنا حكومة انتقالية هل معنى ذلك قابول للامر مع ارجاء؟ شكرا جزيلا لكم ولمشاهديكم الكرام الموقف يتعدى اكثر من قضية تفويض منقوص للحكومة الانتقالية موضوع التطبيع ليس مطروحا بهذه الصورة وليس مطروحا اصلا في اجندة الشعب السوداني لان الامر متعلق بحق وهذا الحق مرتبط بظلامات تاريخية كبيرة جدا وقعت على الشعب الفلسطيني والشعب السوداني بثورته العظيمة عندما خرج ضد الظلم في بلاده هذا معناه انه يمقط الظلم ويرفضه ايا كان في اي مكان الشعب الفلسطيني تربطنا معه معه علاقات تاريخية وموقفه موقف حق لهذا السبب يبقى موضوع التفويض المنقوص سببا ولكن هناك اسباب اخرى مرتبطة بالحق الفلسطيني ومرتبطة بامور كثيرة جدا جدا وهل ذكرها السيد حمدوك يا سيد محمد هذه الحقوق هل ذكرها السيد حمدوك الان انت تحدثني عن رأي الشارع طيب كويس بشكل رسمي هل ذكر هذه الحقوق سيد حمدوك لمايك بومبيو هذا شأنه هو تحدث بصورة خجولة عن قضية التطبيع ولكن انا اتحدث بصورة اوسع يحمل رأيا يعني يمثل الشارع السوداني باطياف واسعة جدا هذا لا يعني ان هناك ان السودان لا توجد فيه قوة تتحدث عن التطبيع بصورتها وبرؤيتها ومنطلقها ولكن انا اتحدث من منطلق يمثل رأي واسع في الشعب السوداني يرى ان هناك حق يجب ان يوقف معه والشعب السوداني كما ذكرت لك عندما خرج بثورته العظيمة يرفض الظلم له ولغيره كذلك الخرطوم بلد اللآت السلاس وهي التي تبنورت فيها الرؤية العربية من الموقف نعم عام 67 لذلك لا يمكن ان تكون البلد التي ينطلق منها هذا الموضوع التطبيع بهذه الصورة التي كأن الادارة الامريكية تريد ان تبتز الشعب السوداني تفرض عليه اما ان يقبل التطبيع بالتالي المقابل رفع اسم السودان من قائمة الارهاب واما ان يبقى في قائمة الارهاب وهذه مسألة مرفوضة بالتأكيد ترجمة نانسي قنقر